اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن الاجاز الى التفاصيل اهلا بكم يشارك رئيس مجلس نواب الشيخ سلطان البركاني ومعه نائب رئيس المجلس محمد الشدادي والمهندس محسن بصرة في الجلسة الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي والدورة رقم مئتين وستة للمجلس الحاكمة التي تستمر اربعة ايام بمشاركة مئة واثنين وستين برلمانا دوليا وتناقش هذه الدورة اجراء بعض التعديلات على النظام الداخلي فيما يتعلق بالقواعد القائمة التي سيتم تعليقها مؤقتا لخصائص الاجتماع الافتراضي وكذا انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي يستعرض المشاركون في الدورة ايحاطى بنتائج الاجتماع الافتراضية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ومؤتمر القمة الثالث عشر لرئيسات البرلمانات والاستماع الى تقرير موجز باللجنة حقوق الانسان للبرلمانيين واعتماد القرارات المتعلقة بذلك بحث مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اتفاقية مشتركة مع البرنامج او برنامج الامم المتحدة الانمائية لتنفيذ مشروع التدريب البهانية ودعم مهارات الاعمال لقطاع الشباب في اليمن بتكلفة اجمالية بلغت ثلاث ملايين دولار وسيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها عبر الاتصال البرئي مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس احمد البيز وممثل البرامج في اليمن اوكلوتسما تمكين تسعمائة وعشر شاب من محافظات خضرموذ مار اب لحج والفتيات من اكتساب المهارات المهالية والتقالية والتجارية من خلال توفير التدريب مهالي وحرافية مع تعزيز قدراتهم وعقد دورات لهم في مجال المهارات الحياتية والاقتصادية التقى محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد حامد لملس مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبس تدخلات المكتب في مشاريع الخدمات بالعاصمة واشهد المحافظ لملس بتدخلات المكتب المتمثلة في تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات الخدمات التي اسهمت في تحسين اداء وخدمات القطاعات مبدئا تطلعه للمزيد من المشاريع في قطاع الخدمات وتطرق اللقاء الى مشاريع المكتب المنفذة وقيد التنفيذ وتقييم مراحل العمل فيها وابرز المشكلات التي وجهتها خلال التنفيذ والسبل الكفيلة بمعالجتها لضمان عدم تكرارها مستقبلا وخرج اللقاء بالاتفاق على جملة من القضايا ووضع خطوط عريضة لمناقشة تفاصيلها في وقت لاحق مع الجهات ذات العلاقة ناقش محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد حامد لملس اعضاء لجنة المناقصات الخاصة بشراء الوقود لمناقشة اسباب تكرار مشكلة نفاذ وقود محطات الكهرباء واليات المناقصات المتعلقة بتوفيره ونقش اللقاء مشكلة كميات الوقود الاسعافية التي تم توفيرها بهدف استمرار عمل المحطات التي تعد مديونية على مؤسسة الكهرباء وكيفية تزديدها للتجارة الذين تفاعلوا مع طلب المحافظة سارعوا الى امداد محطات الكهرباء بكميات من مادة الديزل متطرقين الى مشكلة تأخير دخول السفن الخاصة بنقل الوقود الى الميناء والبحث عن حلول تسهل من دخولها وحث المحافظ لم نسى اللجنة على ضرورة ايجاد آلية جديدة لثبات المناقصات وتنظيم عملية توفير الوقود بكميات كافية بما لا يعرض محطات الكهرباء للتوقف مشددا على ضرورة البحث عن الاسعار المناسبة ومراعاة المواصفات الفنية عند اعداد واعلان المناقصات ونقش محافظ شبوى محمد صالح بن عداوة مع نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله علي الميسري اوضاع مكتب الخدمة بالمحافظة وحل كافة الاشكاليات التي تواجه عمله الاداري والاشرافية وتطرق اللقاء الى الاوضاع الادارية وطبيعة الخدمات التي يقدمها المكتب لموظفي القطاع العام والخاص واحتياجات مرافق الدولة من برامج التنمية البشرية وبناء قدرات كوادرها الوظيفية وكيفية معالجة متطلباتهم واستحقاقاتهم الادارية والبالية المتوقفة منذ اندلاع حرب ماليشيا الحوثي الانقلابية ووجه المحافظ بن عداو باعادة تأهيل ببنى المكتب والمساعدة مع الوزراء في توفير احتياجاته الاساسية من التجهيزات الادارية الحديثة وتعزيز القدرات الفنية لمركز المعلومات وتمكينه من محاربة الازدواج الوظيفية مشددا بإلزام كافة الشركات بتوريد اقسام الضمان الاجتماعي للمؤسسة العامة للتأمينات واستنكر مواصلة دفع هذه الاقساط الشهرية للماليشيا الحوثي في صنعاء قام نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله الميسري ومعه الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوى عبدربو هشلة بزيارة تفقدية لما كاتب الخدمة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات بالمحافظة وتعرف الميسري وهشلة على طبيعة الاعمال والانشطة الادارية لمكتب الخدمة المدنية ودوره في خدمة اكثر من سبعة عشر الف موظفة ونوعية الخدمات التأمينية في فرع الهيئة ومتابعة تحصيل استقطاعات البعاشة التقاعدية لحوالي تسعة عشر الف موظفة في وحدات الخدمة العامة والهيئات والمصالح المستقلة بالمحافظة واشاد نائب وزير الخدمة المدنية بنوعية الخدمات وجودتها مؤكدا اهميتها لموظفي القطاع العام والخاص بالمحافظة والحرص على تطوير منظومة العمل الاداري فيها التقى محافظ المهر محمد علي ياسر عددا من الوجهة والشخصيات الاجتماعية من مديرية حات للاطلاع على اوضاع المديرية واحتياجاتها الخدمية وهموم مواطنيها واستمع محافظ المهر من الحاضرين الى وضع المديرية وما تعاليه وابرز الاحتياجات والمطالب بما يعمل على تحسين الخدمات ويوفر فرص العمل لابناء المديرية وتنشيط الادارات في سلطة المحلية لخدمة المواطنين واكد المحافظ ياسر ان سلطة المحلية بالمحافظة ستقف امام القضايا المطروحة لاتخاذ الاجراءات المناسبة مع الجهات المختصة وان الجميع الشركاء في الحفاظ على امن واستقرار المحافظة خصوصا في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد من المهر الى حضر موت حيث دشن وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء صام الكثير عملية توزيع خمسة وعشرين عرباء نقل صغيرة على الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود ونازحين وذوي الاعاقة ويأتي توزيع عربات النقل بتمويل من مؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية بتمويل الجمعية الكويتية للااغاثة ثمن الوكيل الكثيرية التدخلات النوعية التي تقوم بها الجمعية الكويتية للااغاثة عبر مؤسسة استجابة التي تهدف الى مساعدة ابناء الوادي ومنحهم العيش الكريم مشيدا بنشاطها النوعي والمميز واعمالها التي تسهب في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين هذه الأعمال التي كنا نريدها بهذه الصورة تكون فيها اكفاء وعزة لابناء حضر موت في هذه المشاريع التي نستطيع أن نقول أن تساهم في عملية مساعدة كل المستهدفين في الحصول على لقمة عيش كريمة وشريفة في نفس الجانب هذه الجهود التي تبدل من الأخوة في الكويت نشتها مشاريع موجودة في الملتمع لذلك نقدم لهم الشكر والتقدير كحكومة وكأمير وكل الخيرين في الكويت المشروع في حضر موت عبارة عن خمسين عربة نقل كان منها خمسة وعشرين في ساحل حضر موت ونحن اليوم هنا نودشن خمسة وعشرين في وادي حضر موت هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها مؤسسة استجابة بالشراكة مع الجمعية الكويتية للإغاثة هذه المشاريع التي تسهم في القضاء على الفقر خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء محافظة حضر موت بحث وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي وصحراء عصام الكثير إجراءات تسليم محطات شركة الأهرام العشرين ميجاوات إلى المؤسسة العامة للكهرباء التي آلت ملكيتها للدولة عقب انتهاء فترة العقد بين سلطة المحلية بالمحافظة والشركة واستعرض اللقاء جملة من الالتزامات المالية المتبقية لشركة الأهرام وتكلفة صيانة العمرية الملزمة على الشركات تنفيذها قبل تسليمها للدولة وفقا للاتفاقية الفنية الموقعة بين الطرفين لضمان تحقيق استفادة كاملة من المحطات خلال السنوات القادمة وأشار الوكيل الكثيري إلى أن سلطة حرصت على استقرار تطوير قطاع الكهرباء من خلال الاستفادة من محطات شركة الأهرام التي ستقوم المؤسسة العامة للكهرباء باستلامها بعد الإيفاء بكافة التزامات الشركة دشنت بقاعة التدريب والتاهيل بالمؤسسة المحلية لمياه وصرف الصحي بصاحل حضرموت دورة المهارات الإدارية التي تقيمها المؤسسة لموظفيها للفترة من الأول وحتى الخامس من نوفمبر من العام الجاري واستهدفت الدورة 12 من الموظفين العاملين في الأرشفة والسكرتيرية وتهدف إلى صقل قدراتهم في عملية أرشفة الوثائق وصياغة الرسائل وأعداد التقارير وإدارة الاجتماعات والأرشفة الإلكترونية وخلال التدشين ألقى مدير المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي المهندس وهيب غانم كلمة للمتدربين بيّن فيها حرص المؤسسة على التطوير الكادر الوظيفية وإكسابه مهارات جديدة من خلال إشراكهم في الدورات التي تعرفهم على كيفية أرشفة الوثائق وصياغة الرسائل وأعداد التقارير وإدارة الاجتماعات والأرشفة الإلكترونية انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الفا ومائتين واربعة وخمسين لغما خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر المنصر زرعتها الماليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا وأوضح المركز في بيان له أنه انتزع تسع ألغام مضاد للأفراد ومائة وخمس لغم مضاد للدبابات وألفا ومائة وتسعة وثلاثين ذخيرة غير متفجرة بالإضافة إلى عبوة ناسفة مشيرة إلى أن الألغام التي زرعتها الماليشيات الحوثية الإنقلابية وحاولت إخفاءها بإشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السنة سواء بالموت أو بالإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء سجل الطفل عبد المجيد عبدالله عثمان أول حضور له في المسابقات العالمية للتصوير الفوتوغرافية من خلال تحقيقه لأول قبول عالمي لإحدى صوره التي حملت اسم العصوب الأحمر في مسابقة لوكسنبورج الدولية الثالثة والثلاثين لفئة مادون السادس عشر وأقيمت المسابقة برعاية الفيدرالية العالمية للتصوير الفوتوغرافية واتحاد لوكسنبورج الدولي للتصوير الفوتوغرافية ويعد الفوتوغرافي عبد المجيد عبدالله عثمان المقيم بمدينة المكلة أصغر مصور فوتوغرافي مني يحقق هذا الإنجاز العالمي في أحد أهم وأكبر المسابقات الدولية في التصوير الفوتوغرافية التي تضم عددا من المصورين من صغار السن والشباب توفي الصحفي البريطاني المخضرم روبورت فيسك المتخصص في تغطية شؤون شرق الأوسط لأكثر من أربعة عقود عن عمر يناهز الأربعة والسبعين عاما وعمل فيسك مراسلا لصحيفة الانجبينت البريطانية لشؤون منطقة الشرق الأوسط حيث يعد أشهر مراسل غربي خلال ثلاثين سنة وذلك من خلال تغطيته لأبرز الأحداث منها الحرب الأهلية اللبنانية كما كان شاهدا على مذبحة صبرة وشتيلة وثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الأولى وغزو العراق ومذبحة قطاع غزة وفاز فيسك بالعديد من الجوائز عن تغطيته لشؤون الشرق الأوسط واشتهر بانتقاداته اللاذع لإسرائيل والسياسات الخارجية للدول الغربية سجل عدد حالات العلاج داخل المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا رقما قياسيا في أربعة عشر دولة أوروبية وذلك مع بدء الموجة الثالية لتفشي الوباء وتشير إحصائيات معظم الدول المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي إلى أن جمهورية تشيك هي أكثر البلدان تضررا حيث بلغت حالات العلاج 62 لكل 100 ألف نسمة تليها رومانيا ب57 ثم بلجيكا ب51 وبولندا بتسعة وثلاثين وبشكل مجمل يخضع للعلاج في المستشفيات 135 ألف مصاب الفيروس في 35 دولة ورياضيا ينظم اتحاد التايكواندو بساحل حضرموت خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من نوفمبر بنادي شعب حضرموت الرياضية بطولة الفقيد إبراهيم أحمد الحبشي السنوية في نسختها الخامسة بالإضافة إلى دورة الحكاب المستجدة التي تتزامن إقامتها مع البطولة وأشار رئيس اتحاد التايكواندو بساحل حضرموت منير الجعيد إلى أن تنظيم هذه البطولة السنوية يأتي وفاء لعطاءات الفقيد إبراهيم الحبشي وتنفيذا لخطة النشاط العام للاتحاد موضحا أن البطولة في هذا العام ستشهد مشاركة نادي سيئون ونادي زبيد من محافظة الضالع لأول مرة بالإضافة إلى كافة أندية الساحل كما سيتم إقامة دورة للحكاب المستجدين بمشاركة 15 حكما لإطلاعهم على قوانين وقواعد المنافسات لبطولات التايكواندو بحسب قانون التحكيب المعدل لعام 2019 أشارت غرفة الإرصاد الجوية والإنذار المبكر بحضرموت في نشرتها الجوية إلى أن الطقس السائد المتوقع سيشهد أجواء صحوة بشكل عامة مع بعض الغيوم المتفرقة أحيانا وفي الليل تميل الأجواء إلى البرودة على الأودية والهضابة الداخلية والآن مشاهدين إلى النشر الجوية وحالة الطقس ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام ختم هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس النواب يشارك في الجلسة الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم محافظ شبوى يناقش مع نائب وزير الخدمة المدنية أو ضاع مكتب الخدمة بالمحافظة بحث إجراءات تسليم محطات شركة الأهرام بالوادي للمؤسسة العامة للكهرباء وبالتذكير بالعنوير مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة حتى الملتقى دمتم في أمان الله شكرا للمشاهدة 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 السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون حضر موت ونبدأها بالعناوين رئيس مجلس النواب يشارك في الجلسة الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم محافظ شبوى يناقش مع نائب وزير الخدمة المدنية اوضاع مكتب الخدمة بالمحافظة لقاء يبحث اجراءات تسليم محطات شركة الاهرام بالوادي للمؤسسة العامة للكهرباء ومن الاجاز الى التفاصيل اهلا بكم يشارك رئيس مجلس نواب الشيخ سلطان البركاني ومعه نائب رئيس المجلس محمد الشددي والمهندس محسن بصر في الجلسة الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي والدورة رقم مئتين وستة للمجلس الحاكم التي تستمر اربعة ايام بمشاركة مئة واثنين وستين برلمانا دوليا وتناقش هذه الدورة اجراء بعض التعديلات على النظام الداخلية فيما يتعلق بالقواعد القائمة التي سيتم تعليقها مؤقتا لخصائص الاجتماع الافتراضي وكذا انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي ويستعرض المشاركون في الدورة احاطى بنتائج الاجتماع الافتراضية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ومؤتمر القمة الثالث عشر لرئيسات البرلمانات والاستماع الى تقرير موجز من لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين واعتماد القرارات المتعلقة بذلك بحث مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اتفاقية مشتركة مع البرنامج او برنامج الامم المتحدة الانمائية لتنفيذ مشروع التدريب البهانية ودعم مهارات الاعمال لقطاع الشباب في اليمن بتكلفة اجمالية بلغت ثلاث ملايين دولار وسيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها عبر الاتصال البرئي مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس احمد البيزة وممثل البرامج في اليمن اوكلوتسما تمكين تسعمائة وعشر شاب من محافظات حضرموذ مار اب لحج والفتيات من اكتساب المهارات المهالية والتقالية والتجارية من خلال توفير التدريب مهالي وحرافية مع تعزيز قدراتهم وعقد دورات لهم في بجال المهارات الحياتية والاقتصادية التقى محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد حامد لملس مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبس تدخلات المكتب في مشاريع الخدمات بالعاصمة واشهد المحافظ لملس بتدخلات المكتب المتمثلة في تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات الخدمات التي اسهمت في تحصيل اداء وخدمات القطاعات مبدئا تطلعه للمزيد من المشاريع في قطاع الخدمات وتطرق اللقاء الى بشاريع المكتب المنفذ وقيد التنفيذ وتقييم مرحل العمل فيها وابرز المشكلات التي وجهتها خلال التنفيذ والسبل الكفيلة بمعالجتها لضمان عدم تكرارها مستقبلا وخرج اللقاء بالاتفاق على جملة من القضايا ووضع خطوط عريضة لمناقشة تفاصيلها في وقت لاحق مع الجهات ذات العلاقة ناقش محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد حامد لملس اعضاء لجنة المناقصات الخاصة بشراء الوقود لمناقشة اسباب تكرار مشكلة نفاذ وقود محطات الكهرباء واليات المناقصات المتعلقة بتوفيره وناقش اللقاء مشكلة كميات الوقود الاسعافية التي تم توفيرها بهدف استمرار عمل المحطات التي تعد مديونية على مؤسسة الكهرباء وكيفية تزديدها للتجارة الذين تفاعلوا مع طلب المحافظ سارعوا الى امداد محطات الكهرباء بكميات من مادة الديزلة متطرقين الى مشكلة تأخير دخول السفن الخاصة بنقل الوقود الى الميناء والبحث عن حلول تسهل من دخولها وحث المحافظ لم نسى اللجنة على ضرورة ايجاد الية جديدة لثبات المناقصات وتنظيم عملية توفير الوقود بكميات كافية بما لا يعرض محطات الكهرباء للتوقف مشددا على ضرورة البحث عن الاسعار المناسبة ومرعاة المواصفات الفنية عند اعداد واعلان المناقصات وناقش محافظ شبوى محمد صالح بن عداوة مع نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله علي الميسري اوضاع مكتب الخدمة بالمحافظة وحل كافة الاشكاريات التي تواجه عمله الاداري والاشرافية وتطرق اللقاء الى الاوضاع الادارية وطبيعة الخدمات التي يقدمها المكتب لموظفي القطاع العام والخاص واحتياجات مرافق الدولة من برامج التنمية البشرية وبناء قدرات كوادرها الوظيفية وكيفية معالجة متطلباتهم واستحقاقاتهم الادارية والبالية المتوقفة منذ اندلاع حرب ماليشيا الحوثي الانقلابية ووجه المحافظ بن عداو باعادة تأهيل ببنى المكتب والمساهمة مع الوزراء في توفير احتياجاته الاساسية من التجهيزات الادارية الحديثة وتعزيز القدرات الفنية لمركز المعلومات وتمكينه من محاربة الازدواج الوظيفية مشددا بالزام كافة الشركات بتوريد اقسام الضمان الاجتماعي للمؤسسة العامة للتأمينات واستنكر مواصلة دفع هذه الاقصاط الشهرية للماليشيا الحوثي في صنعاء قام نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله الميسري ومعه الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوى عبدربو هشلة بزيارة تفقدية لما كاتب الخدمة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات بالمحافظة وتعرفا الميسري وهشلة على طبيعة الاعمال والانشطة الادارية لمكتب الخدمة المدنية ودوره في خدمة اكثر من 17 الف موظفة ونوعية الخدمات التأمينية في فرع الهيئة ومتابعة تحصيل استقطاعات البعاشة التقاعدية لحوالي 19 الف موظفة في وحدات الخدمة العامة والهيئات والمصالح المستقلة بالمحافظة واشاد نائب وزير الخدمة المدنية بنوعية الخدمات وجودتها مؤكدا اهميتها لموظفي القطاع العام والخاص بالمحافظة والحرص على تطوير منظومة العمل الاداري فيها التقى محافظ المهر محمد علي ياسر عددا من الوجهة والشخصيات الاجتماعية من مديرية حات للاطلاع على اوضاع المديرية واحتياجاتها الخدمية وهموم مواطنيها واستمع محافظ المهر من الحاضرين الى وضع المديرية وما تعاليه وابرز الاحتياجات والمطالب بما يعمل على تحسين الخدمات ويوفر فرص العمل لابناء المديرية وتنشيط الادارات في السلطة المحلية لخدمة المواطنين واكد المحافظ ياسر ان السلطة المحلية بالمحافظة ستقف امام القضايا المطروحة لاتخاذ الاجراءات المناسبة مع الجهات المختصة وان الجميع الشركاء في الحفاظ على امن واستقرار المحافظة خصوصا في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد من المهر الى حضر موت حيث دشن وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير عملية توزيع خمسة وعشرين عرباء نقل صغيرة على الاسر الفقيرة وذو الدخل المحدود ونازحين وذو الاعاقة وياتي توزيع عربات النقل بتمويل من مؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية بتمويل الجمعية الكويتية للاغاثة ثمن الوكيل الكثيرية تدخلات نوعية التي تقوم بها الجمعية الكويتية للاغاثة عبر مؤسسة استجابة التي تهدف الى مساعدة ابناء الوادي ومنحهم العيش الكريمة مشيدا بنشاطها النوعي والمميز واعمالها التي تسهب في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين هذه الاعمال التي كنا نريدها بهذه الصورة تكون فيها اكفاء وعزة الابناء حضر موت في هذه المشاريع التي تستطيع أن نقول أن نستطيع أن نتساهم في عملية مساعدة كل المستهدفين في الحصول على لقمة عيش كريمة وشريمة في نفس الجانب هذه الجهود التي تبدل من الأخوة في الكويت نشطة مشاريع موجودة في المجتمع لذلك نقدم لهم الشكر والتقدير كحكومة وكأمير وكل الخيرين في الكويت المشروع في حضر موت عبارة عن خمسين عربة نقل كان منها خمسة عشرين في ساحل حضر موت ونحن اليوم هنا نودشن خمسة عشرين في وادي حضر موت هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها مؤسسة استجابة بالشراكة مع الجمعية الكويتية للإغاثة هذه المشاريع التي تسهم في القضاء على الفقر خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء محافظة حضر موت بحث وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي وصحراء عصام الكثير إجراءات تسليم محطات شركة الأهرام العشرين ميجاوات إلى المؤسسة العامة للكهرباء التي آلت ملكيتها للدولة عقب انتهاء فترة العقد بين سلطة المحلية بالمحافظة والشركة واستعرض اللقاء جملة من الالتزامات المالية المتبقية لشركة الأهرام وتكلفة الصيانة العمرية الملزمة على الشركة تنفيذها قبل تسليمها للدولة وفقا للاتفاقية الفنية الموقعة بين الطرفين لضمان تحقيق استفادة كاملة من المحطات خلال السنوات القادمة وأشار الوكيل الكثير إلى أن سلطة حرصت على استقرار تطوير قطاع الكهرباء من خلال الاستفادة من محطات شركة الأهرام التي ستقوم المؤسسة العامة للكهرباء باستلامها بعد الإيفاء بكافة التزامات الشركة دشنت بقاعة التدريب والتاهيل بالمؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي بساحل حضرموت دورة المهارات الإدارية التي تقيمها المؤسسة لموظفيها للفترة من الأول وحتى الخامس من نوفمبر من العام الجاري واستهدفت الدورة 12 من الموظفين العاملين في الأرشفة والسكرتيرية وتهدف إلى صقل قدراتهم في عملية أرشفة الوثائق وصياغة الرسائل وأعداد التقارير وإدارة الاجتماعات والأرشفة الإلكترونية وخلال التنشين ألقى مدير المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي المهندس وهيب غانم كلمة للمتدربين بيّن فيها حرص المؤسسة على التطوير الكادر الوظيفية وإكسابه مهارات جديدة من خلال إشراكهم في الدورات التي تعرفهم على كيفية أرشفة الوثائق وصياغة الرسائل وإعداد التقارير وإدارة الاجتماعات والأرشفة الإلكترونية انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الفن ومائتين واربعة وخمسين لغما خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر المنصر زرعتها الماليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا وأوضح المركز في بيان له أنه انتزع تسع ألغام مضاد للأفراد ومائة وخمسة لغم مضاد للدبابات وألفا ومائة وتسعة وثلاثين ذخيرة غير متفجرة بالإضافة إلى عبوة ناسفة مشيرة إلى أن الألغام التي زرعتها الماليشيات الحوثية الإنقلابية وحاولت إخفاءها بإشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السنة سواء بالموت أو بالإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء سجل الطفل عبد المجيد عبد الله عثمان أول حضور له في المسابقات العالمية للتصوير الفوتوغرافية من خلال تحقيقه لأول قبول عالمي لإحدى صوره التي حملت اسم العصوب الأحمر في مسابقة لوكسنبورج الدولية الثالثة والثلاثين لفئة مادون السادس عشرة وأقيمت المسابقة برعاية الفيدرالية العالمية للتصوير الفوتوغرافية واتحاد لوكسنبورج الدولي للتصوير الفوتوغرافية ويعد الفوتوغرافي عبد المجيد عبد الله عثمان المقيم بمدينة المكلة أصغر مصور فوتوغرافي ما لي يحقق هذا الإنجاز العالمي في أحد أهم وأكبر المسابقات الدولية في التصوير الفوتوغرافية التي تضم عددا من المصورين من صغار السن والشباب توفي الصحفي البريطاني المخضر روبورت فيسك المتخصص في تغطية شؤون شرق الأوسط لأكثر من أربعة عقود عن عمر ينهز الأربعة والسبعين عاما وعمل فيسك مراسلا لصحيفة لانجبينت البريطانية لشؤون منطقة الشرق الأوسط حيث يعد أشهر مراسل غربي خلال ثلاثين سنة ذلك من خلال تغطيته لأبرز الأحداث منها الحرب الأهلية اللبنانية كما كان شاهدا على مذبحة صبر وشتيل وثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الأولى وغزو العراق ومذبحة قطاع غزة وفاز فيسك بالعديد من الجوائز عن تغطيته لشؤون الشرق الأوسط واشتهر بانتقاداته للدول الغربية سجل عدد حالات العلاج داخل المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا رقما قياسيا في أربعة عشر دولة أوروبية وذلك مع بدء الموجة الثالية لتفشي الوباء وتشير إحصائيات معظم الدول المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي لأن جمهورية تشيك هي أكثر البلدان تضررا حيث بلغت حالات العلاج اثنين وستين لكل مئة ألف نسمة تليها رومانيا بسبعة وخمسين ثم بلجيكا بواحد وخمسين وبولندا بتسعة وثلاثين وبشكل مجمل يخضع للعلاج في المستشفيات مئة وخمسة وثلاثون ألف مصاب الفيروس في خمسة وثلاثين دولة ورياضيا ينظم اتحاد التايكواندو بساحل حضرموت خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من نوفمبر بنادي شعب حضرموت الرياضية بطولة الفقيد ابراهيم احمد الحبشي السنوية في نسختها الخامسة بالاضافة الى دورة الحكاب المستجدة التي تتزامن اقامتها مع البطولة واشار رئيس اتحاد التايكواندو بساحل حضرموت منير الجعيد الى ان تنظيم هذه البطولة السنوية الاتحاد موضحا ان البطولة في هذا العام ستشهد مشاركة نادي سيئون ونادي زبيد من محافظة الضالع لاول مرة بالاضافة الى كافة اندية الساحل كما سيتم اقامة دورة للحكاب المستجدين بمشاركة خمسة عشر حكما لاطلاعهم على قوانين وقواعد المنافسات لبطولات التايكواندو بحسب قانون التحكيب المعدل لعام الفين وتسعة اشارت غرفة الارصاد الجوية والانذار المبكر بحضرموت في نشرتها الجوية الى ان الطقس السائد المتوقع سيشهد اجواء صحوى بشكل عام مع بعض الغيوم المتفرقة احيانا وفي الليل تميل الاجواء الى البرودة على الاودية والهضابة الداخلية والان مشاهدين الى النشر الجوية وحالة الطقس اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام ختم هذه النشرة تذكير بابرز ما جاء فيها من انباء رئيس مجلس النواب يشارك في الجلسة الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم محافظ شبوى يناقش مع نائب وزير الخدمة المدنية اوضاع مكتب الخدمة بالمحافظة بحث اجراءات تسليم محطات شركة الاهرام بالوادي للمؤسسة العامة للكهرباء وبالتذكير بالعنوير مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وياكم الى ختام هذه النشرة حتى الملتقى دمتم في امان الله اشتركوا في القناة